السلام عليكم وسعد الله وقاتكم فراقرنس كويتي أدون تجاربي عن العطور وأنقلها لكم اليوم معاي تحفة من تحف الشتاء رائح من روائع العطور الخشبية دوره من دارنا سوماتو وكما تعلم يا صديقي هذه الدار تترك المكونات مبهمة يعني كل اللي رح نتكلم عنه في هذا العطر عبارة عن اجتهاد شخصي تذكر يا صديقي كلامي هذا لا يدعو للشراء العمياني فأنفك هو دليلك الآن رح نتكلم بالتفاصيل عن العطر بالبداية رح تشم رائحة تابلية محكمة على اتفاق خشبي جاف جدا جميل رح تشم من التوابل رائحة الفلفل الأسود القرفة الغرمفل مع شذة زعفراني ورائحة خشبية جافة تشبه رائحة أخشاب الأرص بعد ذلك رح تطلع عندنا رائحة عودية وما أتوقع أن نستخدم العود أتوقع أن نستخدم النقرموثة اللي تعطينا شذة عودي مع تداخل من أخشاب القياك لتعطيها صورة مدخنة نوعا ما هذا التمازج يدخل تماما مع الرائحة التابلية شذع عودي تابلي خشبي جاف جدا أنيق بعد ذلك رح تطلع عندنا صورة جلدية أو رائحة جلدية تميل إلى الرائحة الحيوانية أو الرائحة الدوائية أو ما يسميها البعض برائحة المستشفيات هذا التداخل العام أجمل إطلالة أو أجمل مرحلة في مراحل العطر بعد ذلك أشم رائحة غريبة جدا رائحة خشبية تميل إلى الشوكليتية نوعا ما وهي رائحة الباتشولي وأنا أيقن تماما أنه تم استخدام الباتشولي على هذا النمط في هذا العطر لأني أشمها بوضوح تام هذا الحدث كله يصير مع بعض يعني هذه الرواحة كلها تداخل مع بعض العطر يميل إلى النوع الخطي نوعا ما يعني ما رح تشموا ناوشاته ولكن تظهر النوتات بالترتيب بعد ذلك رح تطلع عندنا رائحة عمبرية أو رائحة راتنجية تشبه رائحة البنزوين ليعطيها لمسة سويتية شوي أو لمسة سويتية قليلة عشان تعطي توازن ما بين الرائحة الخشبية والرائحة الحيوانية مع إطلالة عودية تميل للسويتية العطر بشكل عام مع البخور شيء استثنائي أداء العطر جدا عالي يصل إلى يوم كامل ثبات وفوحان من ساعتين إلى أربع ساعات وكان هذا تغريرنا المختصر عن دوره وتمنى يكون عجبكم اكتب رأيك أسفل هذا الفيديو إذا كنت مجرب العطر ولتفاصيل أكثر تابعوني على الاستقرام